اشتركوا في القناة 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 صراحة هو شيء واحد فقط ترام؟ لا، الصبر الصبر والتنازلات لا، الصبر لأنه أنت لازم تصبر هو لازم يصبر عشان تفهمه بعض يعني أنا مثلا أحب شرف شاي هو أبداً ما يحب يشرف شاي فأنا عندي مشكلة وأنا بشرف شاي وما بشرف شاي وليش بينه عن المنبهات وأنا عندي إدمان أنت تحب رأس السمك وحب ذلك السمك فأيوة، فلازم تقتنع المطرف لكن ما شرط تحبها أنت أول ما حتتزوج يعني هتحس أنه لازم يكون زي بعض بس أنتو حقيقي متى لا تكامل، هو تكامل كيف هتوصل لدي النقطة؟ نحن بيقولها يعني دحين بس أنت في ديك اللعظة لا أكد بتفكر بدي الطريقة فهو بروسس هتفشي فالشير وحيد اللي أنت هتحتاجه هو أنك ترى وتعطي للعلاقة وقتها مع الصباح جما بيقول؟ أنا التنازلات تنازلات خلاص، أغض غض البصر غض خلاص يا أخي، مشي الحق أنا لأخذ البصر لا، مو حكيت غض البصر غض يعني خلاص، أمشي الأمر أمشي الموضوع أشوف يعني ما هو لازم كل حاجة ما أذقق على كل شيء لا، هنا حتصير مشاكل هذا غضت، هي خلاص، مشت الموضوع سارت مشكلة، أنا عصر، أطنش خلاص، يلا نشوف الشيء اللي بعده بحيث أنه خلاص، أنه ما نجلس نستمر في الموضوع ما تكبر المشاكل الصغيرة؟ نكبر، لأنه كل ما كبرت سارت مشاكل أكبر عندي كلام تقولي جهان أعتقد التنازل هذا يخليك ما تتكلم في المشكلة أو إنه إيش سببها لكن أعتقد أنه إنت لما تتنازل، تتنازل بعد أن تجي مثلا، تقول ليش هذا الشيء ما حصل ستقولك طول عمرك، أنت شايك وما تتنازل جهان، أنت بتقول أن التنازل ممكن ما يحل مشاكل بس الصبر كمان، معناته السكوت لا، الصبر لازم الصبر أنت تعطي العلاقة وضعها يعني تستنى بس كمان يكون فيها نقاش صبر مع النقاش وفتخ المواضي لا، إذا تتنازلت مرة أين؟ أنا لا يوجد تفاهم، لكن إذا حطيتنا النقطة على السطر يعني خلاص، نتفاهم في الموضوع خلاصنا من هذا الموضوع، خلاصنا نكبروا نتفاهم بهداوة، نتفاهم بكل... لا، ما فيهداوة حقيقي لا، نحن لازم نأجل الموضوع عشان كده أنا قلت لكم الإحترام، أنصر مهم، ما يكون نأجل الموضوع، ليش ما تأجلوا أنت بعدها لما تهدأ؟ يا أخي أطلع برا، خلاص أنت عصب تطلع برا البيت، أنت كرجل هي خليها تروح غرفتنا، أنا أجلس، خلاص، هتهدأ، صدقنا والله إنا هتنحل المواضيع بس والله في الأخير يعني، يعني الواحد، في الأخير أنت أوجد نظركم صحيحة وأنا حسب طبعا كل حالة وكل بيت، صحيحة ومختلفة، أنا قاعد أشوف أنها مختلفة كل بيت على فكرة، كل حالة تطلقتهم، بالنهاية يعني ما نقدر نحكم عن تجربتكم الشخصية، بالنهاية كل شخصة لي تجربة شخصية على حسب الشريكة الآخر أو الطرف الآخر في العلاقة، فتختلف الشخصية دائما في البداية، معلاش إذا قطعت كلامي، إحنا عندنا دائما تلاقي، سبحان الله في بداية الزواج، دائما تلاقي في خلافات، لأنها جاء من بيئة وأنت من بيئة، فما تتأقلم، استحيل أنك ما تتلقى أنا أقول لك ثلاثة سنين، أنتم تتعرفوا على بعض، بعدين أو إذا خلفتوا، ستحبوا بعض إسمعنا يقول لك، لو عدت أول سنة، على خير، إن شاء الله الحياة تستمر غلط، غلط، هذه الفكرة غلطية، هذه الفكرة غلطية في أسمع لك، كل سنة في مفاجآت، كل سنة في حاجات شيء بالرأس أكسب أحنا أقول لك، على شغلة، بس مرة بسيطة، إيوه، إحنا لو شفنا أمهاتنا كيف عاشوا، أنا وصلت لي مرحش في أمي، يعني فوركاستين، تصرفات بابا، هي بتصرف كده كده، فهو يعني زي ما هو قال تربؤات اللي تصرفات، شكرا لكم شكرا لك جهان الحربي، وأكيد يحيى الشاطر شرفتونا ونورتونا، إن شاء الله لك شرفتونا ونورتونا إن شاء الله الشباب والبنات سيتعلموا، يقوموا أكثر المفاهيم الخاطئة اللي بتصير قبل الزواج وما تحسبوا أبدا، إنه بعد الزواج أنتوا راح تعيشوا، في نعيم حاولوا تكونوا واقعيين جدين حشو ما تنصدموا بعدين بالنهاية نتذكركم بإيميل البرنامج وهيشتاك ساعة شباب اللي دائما على شاشة عشان ناخد أفكاركم، اختراحتكم، أي حاجة حابين توصلوها لنا، إزي أحد المواضيع هذي ممكن نطرحها، وهو عادي ناخده، نسؤاله أكيد، وصلنا بكذا لختام حلقتها اليوم، نتونا تكونوا استفدتوا استمتعتوا، راح نلقاكم بكرا في نفس الوقت على شاشة تروتها الخريجية، وكذا قولكم فمان الله كنت معاكم الألمياء غالب أنا كنت معاكم تراتسيني، قولكم فمان الله، السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة